بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج العيادة ببدأ الحلقة بتقديم خالص التعازي للأسر وأهالي الضحايا في الحادث الإرهابي ولو كنت فزن غليظة القلب لنفضه من حولك دي تعليمات نبينا الكريم رحمة والرحمة المهدية عمر ما كان دينا بيدعو لسفك الدماء خالص التعازي لأهالي الضحايا وربنا يا ربي صبر كل أم وكل أب فقط ابن أو بنت موضوع حليتنا النهاردة نتكلم عن أمراض الدم في الأطفال أمراض الدم دي كتير جدا في الأطفال نبدأ فيها من ساعة الولادة ممكن الطفل يتأثر بأي مرض من أمراض الدم ساعة الولادة طفلة ولد يصفر الصفرة عمالة تزيد 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 ده مرض من أمراض الدم الصفرة بتزيد نتيجة الأنيمية التكسيرية لو الأم فصلتها أو والابن تلع أي أو بي مشابه للأب الطفل ده عنده عرضة كبيرة أنه يتكسر الدم لأنه بيتخلط أثناء الحم دم مش متوافق مع دمه لما يكون فصلة الأمة أو بيبقى أولادها أكثر قابلية أن يجي لهم أنيمية تكسيرية الأنيمية التكسيرية دي الدم لما يتكسر 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 السفرة تبدأ تعلق تبص تلاقي السفرة ممكن توصل لأرقام كبيرة جدا ممكن توصل 14 و 15 ساعات تعدي العشرين العشرين ده رقم إحنا بيقليئنا جدا في الأطفال لأن البلروبين ده اللي بيعلق والصفرة دي اللي بتعلم ممكن تعدي لغاية الخلايا بتاعت المخ وتترص في الخلايا بتاعت المخ عشان كده بقول لكل أم في ساعة بعد الولادة أول يوم واثنين وثلاثة تلاحظي لون الجلد لأن من نعم ربنا علينا أن الجلد بيصفر قبل المخ فبيبعت لنا إشارة تحذيرية خدوا بالك أنا صفريت خدوا بالك إيسو الصفرة خدوا بالكوا ما فيش علاج للصفرة ولا جلوكوز ولا مية بسكر ولا التعرض لأشعة الشمس ولا حطه تحت لامبانيون خدوا بالكوا أنا بصفر خدوا بالكوا عشان البكرة ولا بعده الصفرة دي راحت للجلد في الأول بعد كده هتروح للخلايا بتاعت المخ ترصبت في الخلايا بتاعت المخ تعمل تأخر للزهن للتفل لمدى الحياة ما يتعالجش بعد كده خلاص سبتت في الخلايا بتاعت المخ الخلايا الناشئة اللي هي بتنمودية توقف النمو بتاعها والتفل يطلع عنده تخلف زهني أو تأخذ زهن فما لاش نستهتر بالصفرة ونقول لها أخدي مية بسكر أخدي جلوكوز تعرض لأشعة الشمس وحطيها تحت نمبانيون أو تديها فيتامين الصفرة تتقاس دي لأن الصفرة لو عليت عن مستويات معينة الصفرة دي بتحتاج حاجة اسمها علاج ضواجة بأشعة ضوئية معينة مش إن أنا نور على العيل هي الغرض مش إن أنا نور الواد الغرض إن النور اللي أنا بعرض الطفل إلي ده يحول الصفرة دي لمادة لا لونة لها تنزل في البول أو في البراز فناخد بالنا وبلاش نمشي وراء الفتاوي لأن دي أكتر من أكتر الحاجات الفلوكلور اللي أنا بشوفها في العيادة إن الطفل يبقى مسفر الصفرة ما بتنطش مرة واحدة يا جماعة ما بتعلاش لعشرين واثنين وعشرين بتعلقى يوم وراء يوم يوم وراء يوم تبس تلقى الصفرة عما لا تعيى فلما تعلقى لما تجيري طفل مسفر صفرته عشرين واثنين وعشرين أم مهملة أو أم مش فاهمة الدنيا فيما أشياء إزاي أو دكتور مضلل قال لها بس تدينه شوية ما بسكر ولا حطيه تحت أشعة الشمس لأن الصفرة ما بتنطش للأرقام العالية دي بين يوم وليلة يوم وراء يوم تعبان ما تعلقى تمانية تسعة عشر تعلى شوية بشوية لكن ما بتنطش مرة واحدة فلو سمحتي بلاش تسمعي إيه الكلام بتاع الأهالي أو بتاع الدكتور مش فاهم إيه سي الصفرة لقيت ابنك مسفر وخصوصا أول يوم بعد الولادة لازم تيس الصفرة في حاجة سماس صفرة الفيسيولوجية تحصل على تالت أو رابع يوم بعد الولادة ودي توصل لمستوات بسيطة تمانية تسعة عشر ماكسيما واثناشر فيسيولوجية يعني طبيعية لكن ابنك سفر من أول يوم بعد الولادة فيسيولوجية خالص دي صفرة مرضية لازم تيسي نسبة الصفرة وما تستسلميش للكلام بتاع الناس أشعة شمس ومش عارف وجولوكوز وشوية مقاب سكر كل ده كلام فارغ ملوش أساس من الصحة إيه السفرة عشان لو وصلت لمستوى كبير قوي توصلت لقى الطفل ده يحصل له تأخر زهني وتترسبت في الخلاق المخ يحصل له تأخر زهني حاجة اسمها الكرنكتراس مدى الحياة ارحمي ابنك واسمعي اسأله أهل الزكري إن كنتم لا تعلمون بلاش الأهالي يفتوا في العيال حديث الولادة ومعنا أم محمد يتفضلي يا أم محمد أهلا بحضرتك يا أم محمد تتفضلي أهلا بحضرتك ممكن تعالي صوتك شوية يا أم محمد لو تكرمتي باشا أنا أنا ابني عنده سنة وشهرين تمام ولحد الوقت ما مشاش وبيسحف على بطنه ويعني هو داتة للطفل عندي بس مش عارس أوكله خالص يعني صعب الأكل معه خالص وما بيستجدش معه في حاجات يعني ففي ناس بيقوله كيف يموك وعصاب أنا مش عارس أسنع كلامهم ولا لا مش عارس أول إزاي تمام بيسحف على بطنه كده زي بتوع الصعقة واضح إن الاتصال انقطع طفل سنة وشهرين ما بيكلش ما لحقتش ناخد الكصة بتاعت التفل ده طفل لغاية سنة وشهرين ما قاعدش أو ما شدش نفسه ووقف إنه مو الزهن يا جماعة بيبدأ من فوق لتحت التفل يمسك راسه وبعد كده يمسك وسطه وبعد كده يمسك رجله لو التفل ممسكش رقابته ما طلبش منه يمسك وسطه لأنه هو التطور الحركي في الأطفال أو الزهني من فوق لتحت يمسك رقابته الأول بس تلاقي العين لما تشده كده يمسك رقابته ويهم معاه لما تقعده كده ده يحصل على شهرين أو تلاف شهور لما تقعده كده يقعد بمساعدة كده تلات أربع ثواني ويقوم مقلوب على ست شهور ست شهور ونص على تامن شهور ونص يقعد يقعد على تسع شهور مفروض التفل يحبه ويسحف على 11 شهر يشدي نفسه كده ويقف على الكرسي على سنة وشهر يبدأ ايه ياخد أول خطوات بتاعته هو لغاية سنة وشهرين دلوقت وليسه بيسحف على بطنه ساعات الماء أهم حاجة أن احنا نسأت تاريخ الولادة بتاع التفل ده تولد في طبيعي ولا كيصار يتولد في معاده ولا قبل معاده كان عنده مشاكل ساعة الولادة أو لو كانش عنده مشاكل يعني تنفس على طول ولا زرق ويحتاج إنقاص حياة ودخل حضانة وتحط على جهاز تنفس صناعي كل القصة دي مهمة جدا عشان نعرف التفل ده هل هو كويس ولا حصل له نقص أكسجين ساعة الولادة الأم بتقول ما بيستجبش معايا في حاجات كتير مفروض التفل سنة وشهرين ده حتى لو ما كانش بيقعد لوحده مفروض يبصي لها كده وبيتحك لها ويقول كلمة ولا كلمتين ويشاور ما اعتقدش إن الطفل ده عمل الحاجات دي كلها لازم تراجع نفسك يا مو محمد تشوف في ساعة الولادة الطفل ده تولد في معاده ظروف الولادة كويسة ولا مش كويسة ازرق ساعة الولادة احتاج إنقاص حياة دخل حضانة نعرف القصة دي كلها عشان نقيم هذا الطفل في أطفال تبقى كويسة جدا يعني ايه تتابع والأم وببسلها يمين ويشمال وتشاور وتقول كلمة ولا كلمتين بس بيسحف بطريقة غريبة يعني ايه يسحف بطريقة غريبة يسحف عن مقعدة وهو قاعد ويسحف يدقل كده على بطنه زي القلم تبصت لقيه الطفل عمالي ايه يتقلي بيتقلي بيتقلي ده بيسحف بطريقة غريبة ده يتأخر اسم البوتوم شفلر ده بيتأخر في المشي بتاعه لكن كل الحاجات التانية طبيعية يعني ايه طبيعية يعني بيتكلمه بيقول كلمتين ثلاثة وبيلاغي وبيفهم الأم وبيشاور وبيقول باي باي كل الحاجات دي بتاعت النموة الزهنية موجودة لكن بيسحف بطريقة غريبة شوية ده الطفل ده يتأخر ماشو اعتقد يا محمد ابنك محتاج تقييم فعلا من دكتور مخ وعصاب أطفال عشان نشوف الطفل ده ما قاعدش ليل واحده ما مشيش ليل واحده ما بيستجبش معاك في الحاجات الكتيرة اللي احنا ملحناش تحكيها لنا لازم يقيم تقييم كامل بواسطة استشاري كويس في طب الأطفال أو أخصائي في أعصاب الأطفال ده سكة اللي انت مفروض ايه تروحلها حد متخصص في أعصاب الأطفال عشان يقيم الطفل ده حركيا وزهنيا وعصبيا وكل حاجات دي اللازم تتقيم قبل ما نقولك تعملي ايه يا أم محمد مدام لوسي بوسي مدام بوسي تفضلي يا مدام بوسي اهلا بيك يا مدام بوسي تحت أمرا حضرتك حضرتك أنا معندي ممكن صوت حضرتك شوية يا مدام بوسي معلش آآ سماني كده حضرتك العلي شوية كمان معلش طب كده سماني آآ كده كويس جدا تفضلي عندي طفل عنده أربعة سنين ونص وسنتين وتفل تالتين ونص وتفل تالت شهرين لا معلش أربعة شهر ونص أربعة سنين ونص أربعة سنين ونص أيوة والطفل التاني أربعة سنتين ونص ربي ريخل والطفل التالت شهرين ربي ريخل يا رب العالمين الأولين من أربع سنين ونص والسنتين ونص يا دكتور على طول أو ما يصحوا من النوم الصبح على طول عطس على طول كده وبرد بطريقة غريبة جدا تمام أنت عندك حساسية في الأنف أنت أو زوجك لا أنا ما عندش أي حاجة ما حديش في الأسرة عنده حساسية حدي بيدخم في الشقة لا ما فيش حدي بيدخم في الشقة لو بيدخم بيدخم في البلكون يا دكتور طيب وإيه تأنيا غير العطس المهم يا دكتور عندهم حساسية صدر كحة بطريقة غريبة طيب حرارة بتقول كده بيجري بيكوح بيلعب بكوح هم اللي كنين اللي أربع ونص وسنتين ونص كمان بيجري وكوح اعملوا كوح كل حاجة بكوحة كمان وكوحة بلغم بترجيع ما يشي خلال وآآ ديتهم الدكتور وديتهم ضيور حيوية كتير وآآ وموساعات آآ شعب هواية وحتى قعدتوا على الجهاز ما فيش وجالهم هم هم اللي كتين سخونية والحمد لله دلوقتي سخونية راحت والحاجات دي قلت شوية عن الكوحة بس النتيجة مز ضعيفة جدا اللي في العقل هقولك تعمل ايه يا مو هقولك يا مدام بوسي تعمل ايه في حاجة تانية في اي سؤال تانية آآ الشهرين آآ أيوة عند تفلي شهرين آآ برضو من قيمة اسبوع قعد يكوحة كحة كده كل كحة كده في اليوم آآ كحة مسلا واحدة كحيتين بس من قيمة يومين بقى كحة زيدة زي اخواته بالضبط زي اخواته كده او تدرع علي ده انت مرزقة يا مدام بوسي التلاتة بكوحه التلاتة ماشا يا مدام بوسي هقولك تعمل ايه مع الدكتور يا دكتور هو الدكتور قال لي اصلا ايه اه مش مشكلة فانا فانا برضو لقت في حاجة برضو تتفلي عند شهرين عند البراس السهال اه مش ماسك فالدكتور قال لي عادي فانا برضو قال انا من الموضوع بيرضع طبيعي جدا شكرا لاتصالك يا مدام بوسي بوسي يا مدام بوسي هقولك على كل الاجابات ديا ماشي وهحللك مشكلة التلاتة ان شاء الله يا مدام بوسي شكرا لاتصالك بوسي يا مدام بوسي ولادك الاولانينين اللي هو اربعة ونص وسنتين ونص دوله عندهم حساسية مزدوجة في مناخرهم وفي صدرهم في مناخرهم يعتص ومناخيره تسد ويدعك في مناخيره كده الصبح لما يسحى وانت شاء الله يدعك في ايه في كتف كده دي حسية انف وثمانين في المئة من الاطفال اللي عندهم حسية انف تلاقي عندهم حسية في السدر حسية السدر زي ما انت قلت كده بالزبط اعراضها طفل يكوح اول ما ينام اول ما يصحى مع الضحك مع العياط مع المجهود يكوح دي كوحة حسية وتبقى في الموسم بتاع الشتاء يبقى الشتاء اوحش من السف والليل اوحش من النهار تبصت لقى العين اول ما ينام يبدأ يكوح ممكن يصحى الفجر يقعد يكوح 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 لغاية لما يرجع ممكن يصحى الصبح يقعد يكوح ليه الاوقات دي بيكوح فيها لان دي الاوقات اللي الشعب بتقفل فيها يبقى اول ما ينام يكوح لان الشعب قفلت ساعة الصبح يكوح لان البلغم يتكون اسناء النوم وقفل صدر العين يصحى عمال يكوح عشان يطرد حتة البلغة من اللي قفلت سدره مع الضحك مع العياد مع المجهود لان هاي هوا سائع ده يخش بسرعة يبدأ الكحة عشان كده لما بيعيط أو وياخد نفس الهوا السائع اللي دخل ده يبدأ له الكحة مع المجهود مع اللعبة تبص تلاقي كحة العائلة اللي بتلعب كرة ولا حاجة تبص تلاقي وعندها حاسية يجري ايه شوية كده يبدأ يكح يكح ويركن على جنب كده مش قادر يكمل المطش بتاعه كده الاطفال دول بيفضل ان يقف جون ولا حاجة حارس مرمى علشان ما ايه ما يفزلش مجهود كبير فاحنا عايزين ايه نشخص الحاسيسية طريقة اللي احنا قلنا عليها الحاسية تشخص اكلينيكي بالقصة اللي بتحكيها مش باشعة فالدول عندهم حاسية طب نعمل ايه للاطفال اللي عندهم حاسية ده في بروتوكول احنا مأساة في مصر ايه ان ما فيش بروتوكول البروتوكول يعني ايه يعني نظام علاج الاشياء تتعالج بطريقة موحدة في بريطانيا بريطانيا دول مش عبقرة ولا حاجة بس الدنيا متنظمة عندهم كل حاجة لها النظام يعني ايه كل حاجة لها النظام يعني ما تخش كده تشتغل في اي اسمه اطفال في اي مستشفى في بريطانيا تلاقي حاجة اسمها البروتوكول بوك كتاب محتوط كده هو محتوط على ايه على الدرجة اول ما تخش تفتح الكتاب ده في البروتوكول بتاع علاج الاشياء يقولك مثلا الحساسية علاجها كذا وموحد في البلد كلها فما فيش واحد ايه يجيله عيان عنده حساسية يقوم باصس في السقف كده ومكتب له اي حاجة لازم يمشي تابع البروتوكول النظام بيقول ايه النظام الحساسية في بريطانيا بيقول ايه العائلة اللي بتقح ديت ماشي بنديه موسعات للشعب ونعد تلات مرات لو التفل بياخد موسعات للشعب بيقح وبياخد موسعات للشعب اكتر من تلات مرات في الاسبوع يبقى ياخد حاجة اسمها علاج وقائد موسعات الشعب في الاطفال لازم تتاخد افضل حاجة تتاخد الهيلر عن طريق الاستنشاء بيبقى فيه حاجة بها سبيسر كده الجهاز صغير اسمه الايروتشامبر او النيوبيهيلر كل دي اجهزة متشابهة بنديهم بخاخة عن طريق الاستنشاء لما يكوح طيب وبيتعدي تعملي النفس الجدول تعدي خد النهارده بختين من المادة اللي موسعة للشعب عن طريق الايه الاستنشاء البخاخات مفيهاش تعود والله العظيم البخاخات مفيهاش تعود يارب تحجوا كلكم البخاخات مفيهاش تعود التعود ده في المورفين والهيروين مش في البخاخات لان كل ما طلع بخاخة العيل ايه تبس تلاقيه يا خبر ابني حبيبي هياخد بخاخة هي الحالة صعبة للدرجات يا دكتور طب هو مش هيتعود على البخاخة اسئلة نفسي اسئلة مع ان العلاج ده حديث جدا بقاله تلاتين سنة بس بقاله تلاتين سنة واحنا لسنا بنسأل النهاردة او العيل هيتعود على البخاخة العيل ما بيتعودش على البخاخة والله احنا دلوقتي بوسي يا مدام بوسي ياخد موسع للشعب بياخد موسعات للشعب اكتر من ثلاث مرات تيدي له بخاخة فيها كل نسبة كورتزون بسيطة الكورتزون المستنشك ملوش اعراض جانبية اكتر ممكن يعمل يعمل فطريات على اللسان نتلاشها ان احنا نشرب شوية مية بعد البخاخة بالنسبة للاطفال اللي عندهم حسيت ام بياخد حاجة اسمها انتليكو ترينز برضو علاج وقائي طول الشتة الانتليكو ترينز فيه مركبات كتير في السنجولير في الليبل فيه حاجات كتيرة في الكاست في الكوكاست حاجات كتيرة اوه ممكن ياخدها كل يوم كل يوم كل يوم ونحسن ظروف الاسرة يعني ايه مفيش دخان في الشقة مفيش برفنات مفيش مبادات حشرية طيارة لو في لعب فرو ده بديه فرو في القودش ليها غير كيس المخدة اللي بيناموا عليه بالليل عشان يبقى لم يطراب اثناء النهار واصعب وقت بالليل فيستنشي الغبار ده يخليه خنفر ويخليه يكوح يبقى حسيني ظروف النوم لو عندك قطة ولا كلب تخلص منهم لو شوية عصفير ولا حمام في الشقة برضو تخلص منهم لان الحاجات دي تزود الحسية بتاعة الاطفال الاكل ملوش علاقة غالبا بحسية الانف ولا السدر الاكل ليه علاقة بحسية الجلد فما فيش ممنوعات في الاكل لو حدت داكي لستة ممنوع البدو والسمك واللبن كل كلام فارغ ياكل كل حاجة عشان التفلي ده في مرحلة انه هو ما نمنعش اكل الا لو فيه اكل معين بتعبه لكن مفيش لستة ممنوعات في الاكل لو سمحتي مفيش دخام مفيش برفنات مفيش مبادئة حشرية شيل الدمديب الفر وغير كس المخدة بالليل محدش يدخم في الشقة ولا في الحمام ولا في البلكونة لان ريحة الدخام بتملى الشقة والعيال دي بتعاني في الشتاء فنقلل المعاناة وناخد العلاج الصح وبالمناسبة بلاش المضادات الحيوية لان المضادات الحيوية لا دورة لها في علاج حسية الصدر في الاطفال ام فرح تفضلي يا ام فرح ازاي حضرتك معلش يا ام فرح اخرناك على التليفون شوية حقك علي لا ما فيش ورس كده انا والله العظيم بحب حضرتك يا ربي خليك يا ام فرح عني صوتك بس يا ام فرح شوية معلش اه تحت امرك تفضلي يا ام فرح حضرتك انا فرح عندها دلوقتي سنة وسبقيا يعني سنة وخمسة شوية يوم دلوقتي تمام موانيز بحضة اتناشة ربني احفظها يا رب ربني احفظ فرح يا حقني مجهاري تمام اه يا بتقعف بس بس لسه ما طلعتش في سنين خالص يا دوب لسه مبارح في سنة يا دوب بحرة بس من تحت كده ما ايش الف وبروك اه ما يبارح حضرتك خير يا بفرح بتاخد نوعين دوا كاليسوم اللي هو دي كاليس مصر ونوع اللي هو زالي اللي هو مش عارف اكمه الفة ستيد دا ولا ايه بخمسة ستين دي لين بلاش الفة دا والنبي خليك في الدكالب اتناشة بلاش عم الفة دا لان دا بيتاميل دا الناشط ممكن يعملك ترسطوات على الكرية بلاش يا بفرح والنبي دا معايا الدكتور اللي هي نفسة معاها بتاع الاسفال هو اللي مجهولة بتاقص بولها انا عارف ان الدكتور ادهولها بس اوها الدكتور ايده فرطة شوية فبلاش تدي الالفة كارير والالفة كالسودول الحاجات دي بلاش منها والنبي طب قولي لي ايه سؤالك يا مفرح تحت عملك قولي لي ايه سؤالك مولودة في معادها ولا قبل معادها يا مفرح مولودة او 3 نفة اتشار التاسع مولودة اتخلت حضانة لا مدخلتش حضانة وازن الولادة كام يا مفرح كان 3 كيلو دلوقتي 9 كيلو ماشي يا مفرح في حاجة تانية امزع عليك يا مفرح موضوع الاكل بس وعصابي كل حاجة اوالك عليها يا مفرح شكرا لاتصالك بس يا مفرح رب يحفظه فرح اتولدت بعد 12 سنة جواز وحقني مجهاري اسمه بريشاس بيبي يعني طفل عزيز ممكن حكيتكم كده قصة عندي واحد جواهير جي بيجيلي من مصر الجديدة راجل طيب وقبير كده وحبيبي فبقوله يا مختك يا عم انت بتتعامل في الايه في الجواهر قال لي يا دكتور ريفت انت بتتعامل في حاجة اغلى بكتير اوي من الجواهر بتتعامل مع ايه مع ولادنا وولدنا دول اغلى كتير اوي 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 من الجواهر فانت يعني لما ببصلك كده وانت بتكشف عامل زي الجواهر جيب بتحسب وبتيز بالميزان كل حاجة عندك بالميزان وميزان اضاق او احسن من ميزان الجواهر ده عشان كده بقوله يا فرح انتو ده بريشاس بيه بجوهرة طفل غالي نفيس كل الاطفال غالية بس برضو لما بيجي بعد 12 سنة بيبقى ليه يعني كل حاجة بنخاف عليه منها بص يا مفرحته تولدت 3 كيلو 9 كيلو دلوقتي سنة وشهرين ولا سنة وثلاث شهور كويس جدا ما اضغطش عليها في الاكل ليه؟ لان العالب تستطعب عندهم حاجة اسمها مجسات تزوق هنا تضغط عليها تقوم رجعها فتدي على الحاجة اللي بتحبها وتحاول تركزها على الحاجات اللي فيها الكلسة اللبن الزبادي البيت الجبنة المسلسات الجبنة الاريش وتشمس العيل في الشمس الصبح كده تسحنتي وهي كده ونفتح الشباك مكنش في هوا ونشمر كمينة كده ونتشمس في الشمس لان فيه حاجة اسمها فيتامين دال يتحول لبيتامين دال ناشط بتتعرض لاشعة الشمس الفيتامين ده موجود تحت الجلد فتتشمسي وناخد اكل فيه كالسيا وناخد حاجات ايه مركب من مركبات الكالسيا الوقت نتيجة ان المركبات اللي فيه حاجة اسمها الفيتامين دال ناشط كان زمان غالي قوي ومفيش مركب غير مركب واحد ومستورة دلوقتي ابتدى يتصنع في مصر فكل الناس بتاريت تكتبه لقينا ان نسبة الاصصال بجلها حساق مشاكل في الكلية وحصاوعة الكلية بتاريت تزيد لان الناس كلها بقت فرطة عملا تدي فيتامين دال ناشط بكسافة فلو سمحت ما تديش الالفة اللي انت بتقول عليه عليه إدي كالسام إدي كال ولا بدي كال ولا كالسيكال كلها مركبات بسيطة وعايزة تدي فيتامين دال بتدي فيتامين دال العادي مش ناشط فيه دروب ولا حاجة تشمس العesperة بديه أكل فيه كالسام وتدي حديد لان الطفل في السن دا بيخش في أنيميا فتدي اي مركبات الحديد البسيطة هيدروفوريل إنريتش أي حاجة نص أقترب و لم يكmakeها يونيا بشرط ان العيل ما يكونش عنده إمساك. لان مركبات الحديد بتعمل إمساك للأيال الحديد موجود فين في الأكل موجود في التونة موجود في الكبدة في اللحمة الحمرة في صفار البيض في السبانخ بس أنا لو اعتمدت على العيل يأكل الحاجات دي مش هيكلها عشان أدي له حديد كفاية لازم أدي له فدان سبانخ طب هو هيكل فدان سبانخ هيكل شوية صغيرين مع علاقتين فأدي له مركب المركبات الحديد ودي له كلسم وأكل في كلسم وشمسه وبلاش دفع الضرر أولى من جلب المنفعة دي قاعدة فكهية بتقول كده إن أنا ما يدرش العيل مش عشان يطلع سنة بدري يوم ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين أبوز الكليا بتاعت العيل بلاش بيتامين دا النشط لو سمحت يا أم فرح ربنا يحفظها وتفرحي بيها يا أم فرح ومعنا هنكمل موضوع حلقتنا إن شاء الله عن أمراض الدم في الأطفال بعد الفاصل أهلا بيكم معنا مرة تانية كنا منتكلم عن أمراض الدم في الأطفال أنا لسه ببدأ في أمراض الدم في حديث الولادة إيه اللي ممكن طفل حديث الولادة لسه مولود يظهر عليه إيه من أمراض الدم ممكن يجي لك طفل مثلا عنده 4 أو 5 سيام يبدأ طفل دا يرجع دم تبصت نايب يرجع دم وينزي الدم مع إيه مع البراز الطفل دا على رابع أو خمس يوم ملتلوا كان كويس ما كانش عنده حاجة وابتدى إيه ينزي في دم طب الدم دا مشكلته إيه إن الدم دا اللي بيفقده بيبقى كميات كبيرة ويخش في أنيبيا ممكن يخش في حاجة اسمها تشك أو صدمة عصبية إن الدم بتاعه كله ممكن يتصفى في الترجيع ورا ترجيع ورا ترجيع لإن كله ببقى دم خالص دم فرش الطفل دا حصله إيه حصله حاجة اسمها نصف في طفل حديث الولادة الطفل دا أول إحنا ممفروض عندنا حاجة اسمها عوامل التقلط عوامل التقلط دي بتعتمد على حاجة اسمها فيتامين كاف فيتامين كاف دا بيكون عوامل التقلط لو الطفل دا عنده نقص فيتامين كاف عوامل التقلط تقلط فيبدأ إيه ينزف طب عشان نعمل إيه نعالج العيال دول إزاي؟ الوقاية خير من العلاج أول ما العيل تولد ندوله حولة فيتامين كاف ما نشغلش مع الأم وننسى العيل ساعات كتير جدا تبس تلاقي مستشفى مجهزة وما فيهاش دكتور أطفال يا جماعة لازم في كل ولادة فيه دكتور أطفال بيفهم وفيه حضانات كويسة تراعي الطفلة حديث الولادة هي أم حامل بقى لها تسع شهور ولسه الناس بتتفاجئ أن بعد تسع شهور تخش الولادة تلع عيل كأن العيل دا كان مفاجأة ما هي حامل فيه تسع شهور ما هو يا ولدة هتجيب عيل أمال هتجيب إيه؟ فالعيل دا ما بيلاقيش حد يرعيه ما بيلاقيش حد بيفهم يقدمه رعاية صح تجنبه مشاكل مدى الحياة أول ديئتين مهمين أهم ديئتين في حياتنا كلنا وأول يوم يومين لو العيل ما تزبطش صح ممكن يخدش في مشاكل إحنا في غنى عنها لازم مش موضوع دكتور نيسا كويس دكتور أطفال بيسنده بيفهم ليه؟ القصة بتاعت الناس في أطفال حديث الولادة ممكن أمنعها أن أنا أدي حولد فيتامين كاف أول ما العيل اتولد زي ما بقى بنظف العيل وبمسح السرة بتاعته وبقطع له سرته وحط له ودي له حولد فيتامين كاف فكتير جدا للناس بتنسى أنه تدي تدي فيتامين كاف ودي التداعيات اللي بتحصلت وسط تلقى العيل يجيلك على ثالث يوم أو ربع يوم بينزف بينزف ليه؟ لأن عوامل التجلط اللي بتعتمد على وجود فيتامين كاف مش موجودة ما انتمدتش فيتامين كاف ساعة الولادة فبنعمل إيه للوقت ده؟ ده يخش حدان لأنه هو نزف دك انزار وانتاني نزف هينزفه ممكن بعد الشر يموت فيها فاحنا نعمل إيه؟ يخش حدانا ويعمل إيه؟ وندي له فيتامين كاف اللي هو ما خدوش ونجيب له حاجة اسمها فريش فروزي بلازمة بلازمة طازجة ما فاتش عليها 24 ساعة يتخذ إيه؟ ليه بنيدي له البلازمة؟ لأن فيها عوامل التجلط جهزة ريدي ميد هو ما كونش جسمه عوامل التجلط نتيجة نقص فيتامين كاف فانا ادي له البلازمة دي فيها عوامل التجلط جهزة أدي له نقل البلازمة لو كان عشان أمنع النسف لو كان النسف أعمل له نزف هوجلوبيه أشوفه نزف أدي إيه؟ لو لدينا الأنمية جديدة جدا وسل له هوجلوبهم بتاعه ستة ولا سبعة أدي له نقل دم يبقى نمرة واحد المقيرة خير من العلاج أدي فيتامين كاف ماشي للأطفال دول ساعة الولادة ماشي أدي فيتامين كاف حصل له نسف بعد الشر يخش حدانا ياخد فيتامين كاف بصورة مكسفة ياخد حاجة اسمها بلازمة أو طازجة لو كان حصل له نسف جديد جدا وفقت كمية كبيرة من الدم ياخد إيه؟ ياخد يتعمل له حاجة اسمها نقل إيه؟ نقل دم الوقاية الخير من العلاج نقل دكتور النسف على عيني وعلى راسي كلهم السيدنا وقتاج راسنا بس أهم من دكتور النسف أو المكمل للعمل أو ما تتفاجئيش بعد تسعى شهور حملة إن أنت جيب تعيل لأن دي كأن الناس بشوف حاجات غريبة كأن بعد تسع شهور حملة الأم تفاجئت ساعة الولادة إن في عيل أو كأن دكتور النسف ده تفاجئ إن في عيل ما هي هتجيب عيل هتفتح لك يا سريح هتلاقي عيل والله والله هتلاقي عيل العيل ده بقى محتاج حد يرعيه يديره فيتامين كاف واخبالك ويكشف عليه يشوف عنده مشاكل في القلب ولا لا يكشف عليه من ساسه الرأسه زي ما بيقوله من قمة رأسه الأخمس قضبايه عنده مشاكل في الجهاز العصبي عنده مشاكل في عينيه عنده مشاكل في القلب عنده مشاكل في الرأة الأعضاء التناسلية موجودة في مكانها الحود بتاعه مفصل الحود موجود مكانه واللي حصل له خلع لازي يتفحص فحص شامل مش مجرد إن إحنا منخرج عيل وخلاص ومعانا أم عبد الرحمن اتفضلي أم عبد الرحمن أهلا بيك أم عبد الرحمن زي حدثك يا دكتور أهلا بيك اتفضلي تحت عمرك أنا قدت لها كذا سؤال يعني أهلا الأول هو أنا ابني يعني أنا والدة حقني مجهري هو حقني مجهري وجي بعد تسعة سنين جي بعد إيه تسعة سنين صبري ربنا يخلي هو دلوقتي هو تسعة شهور والسنتين اللي فوق لسه ما شققوش لحد دلوقتي واللي تحت لا اللي تحت طلعه طيب الحمد لله إيه تاني مزعالك فيه بيرضع طبيعي أم عبد الرحمن لا هو بيرضع صناعي طيب إيه مزعالك فيه غير السنين ضعيء حالته يعني منعته ضعيفة جدا يا دكتور أقل شوية هوا أبو السرقية يعتص ويكحه وجسمه يسخل حد في الأسرة عنده حسية أنا عندي حسية أصلا في الأنف ولا في السدر لا في الأنف بابا بيدخل لا طيب الحمد لله في حاجة تاني يمزعالك فيه حكاية بقشة أوتو يعني مش عارفة الحركة الزيادة دي هل هو دوت اللي بيقوله عليه فرط الحركة ولا دي حاجة ملاش علاقة يعني هو في السن ده يعني بيحرك لعابته يا مين ويش مال ولا إيل스타 ايلي بيحصل بيهيب الدماغه كتير لورة يقعد يعمللي كده يعني بي لا بيقعد يهيب الدماغه كتير لورة لو أنا مقعدة على الكرسي بتاعه أو مقعدة على لك بس بيقعد لوحده لا 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 ما بسيبوشت لوحده خالص بيقعد بمساعدة اه طبعاً أنا اللي بساعده في الاعاد بساعدة تسعة شهور اه تسعة شهور اه تسعة شهور يقعد لوحده لا popular لازم يبقى قاعدة جنب منه. انا ببصة رأي يقلب كده ويقلب كده. يعني هو مضعيف شوية. لأ ما بيسحفش. لسه? لعم ما بيسحفش. ما كانش فيه مشاكل ساعة الولادة الامور مشيت كويسة. لا خالص ما كانش فيه اي مشاكل. لا ما كانش فيه اي حاجة خالص. بالعكس كان مزنه كويس وهو. ماشي طب فيه اي تاني مزع عليك? فيه حاجة تانية يا موعة برحمن? لا هو حكاية انه ضعيف لدرجة انه اقل هو بيأثر عليه وبيخليه يسخن جامد. وموضوع سنتين اللي فوق دول وحتى رحت له الدكتور بتاعه. ماشي حاط. وقلت له لو ينفع حداتك تشقهم له. قال لي لا مفيش الكلام ده. طب هو بيعتز كتير بيستمرار وبيكوحي. اه على طول العطس ده ورشح من الانف. ماشي. ماشي يا امام الرحمن. شكرا لاتصالك. تاني تفل غالي نفيز بعد تسع سنين زواج جبن عيل. بحقني مجهاري طبعا يعني عايشين في رعب على اي حاجة تسيب هزا الطفل. بيعتز على طول مناخير ومسدود على طول دي غالبا حسية انف. خصوصا لو انت كان في تاريخ في العيل عنده حسية انف. وبيرضع صناعي. الحاجات اللي تزاود الحساسية يا جماعة او تزاود خلي الطفل عنده قابلية اكتر يقول له حسية الرضاع الصناعي. وعشان كده بقعد ينشف ريئي في العيادة لو سمحته رضاعي طبيعي. يا دكتور اللبن مش مكفي رضاعي طبيعي. الوقت بيبقى جعان رضاعي طبيعي. لو السدر الامي بيجيب نقطة لبن واحدة. يقدر يجيب كمية لبن تكفي العيل. احنا اللي بنستعجل. وندي لبن صناعي فالعيل يستسهل. ويستطع من لبن الصناعي. اللبن الصناعي مسكر وهيه وسهل. الببرولة سهلة. فبسي تلاقيه مسك في الرضاع الصناعي وسهل الطبيعي. وده بيخلي الطفل اكثر عرضة. يجي له امراض الحسية المختلفة سواء حسية انفة او حسية سد. بس يا مهاد رحمن بيه خنفر على طول مناخيره مسدودة بيعتص. دي غالبا حسية انفة. بندله ايه حاجات ايه مي البحر ولا حاجات سلك مناخيره. ولو هي اعراض متكررة ومزمنة بنده حاجة اسمها الانتيليكوترينز. حاجات يعني ايه مضادة للحسية. علاج وكوائل حسيسية الانفة. علاجه مش مضادات حيوية. بيجي له برد كتير. وعده ستة ستة شهور يعني بيجي له نزلات برد كتير. ممكن تطعامي تطعيم الالف في الوقت زي بناخد نص الجرعة. ولو تطعيم اول مرة بنطعام الطفل على ايه? على مرتين. جرعتين ما بينهم ايه شهر. ما بديديش التطعيم كامل. بنرمي نصه وبندي نصه للايه للطفل. لو بجي له نزلات برد كتير. بساعات فيه اعشاب اسمها الاكنيشة. اعشاب الاكنيشة دي اعشاب طبيعية. حاجة اسمه الهوميوبوسي او التوب البديل. الاكنيشة دي بترفع المناعة تاعت العين. ما تخليش يجي له نزلات برد كتير. اتذكر احمد وكريم كنا بنجيب لهم الاكنيشة من انجلترا كانت اقراض صغيرة كده. القرص يتدوف لتر مية ونقعد نرجو كده لغاية لما يدوب. التوب البديل دي وما قطيتم من العلم الا قليلا. التوب البديل ده حاجة رائعة. بس احنا الناس مش معترفة بيه. فبصت لقي التوب البديل ده. عملت ازاز الدواء قدي كده هو. وترجع كده وتدي للعين معلقة الصبح ومعلقة بالليلة. ترفع المناعة بتاعت العين. وتقلل خالص نزلات البرد اللي بتجي للطفل. اعشاب الاكنيشة موجودة دلوقتي كده وموجودة في السوق. الاميولانت والاميولون والحاجات كتيرة قوي. او الاميولوفيتا كل دي حاجات من مركبات الاكنيشة. بيجي له برد كتير يدي له اكنيشة كعلاج وقائي. وبلاش حد يدخم في الشقة. بالنسبة للتسنين ادي مركب ومركبات الكلسا. بدي كل بدي كل كالسي كل. خمسة سنتي كل يوم لغاية لما يخش المدرسة. ملهاش وقت لان هي ايه دواء بسيط. ومالوش اعراض جنيبية تقريبا. ما بيأسطرش على الكرية ولا حاجة. وتشمس العين. تعاديه كل يوم نصف ساعة في الشمس انتي وهو كده. يا الصبح مدري. يا بعد العصر الشمس البرده. وما يكونش من ورا الازاز. الازاز بيمنع ايه الاشعة المفيدة. يبقى ايه في ايه مباشر. وشمر كمه كده واشمسه. ودي له اكل فيه كالسي. ادي سفار بيد. ادي جبنة مسلسات. ادي جبنة قريش. ادي فص سمك. وما اديش منتجات قلبان اول سادة من العمر. اما اديش زبادي. اما اديش لابن حليب. لان ده يزود القابلية للحسسية. لكل الاطفال مش لابنك بس يا مو عبدالرحمة. يبقى نشمس. ندي اكل فيه كالسيوم. ندي مركبات الكالسيوم. ونتابع. لان هو مفروض تسعة شهور. احنا متأخرين شوية. مفروض يقعد لوحده. ومفروض يكون مطلع بتاع اربع سنان اتنين فوق واتنين تحت. ما عملش كده لغاية دلوقتي. يبقى انت عندك مشكلة شوية في التغذية الصحيحة. ومحتاج متابعة مع دكتور اشتشاري في طب الاطفال بيفهم كويس. وما يكونش ايده فرطة في الادوية. لاننا بنشوف الدكاترة يعني ايه كل عيل دب مضاد حيوي. دب حقا. خدنا ايه هدين شوية. ونعالج العيال برفق شوية. رفقا بالقوارير وبالايه وبالعيال. بلاش نقعد ندي دوة ومضادات حيوية وحقا مبالغ فيها لو سمحتوا. هنكمل موضوع حلائتنا ان شاء الله عن امراض الدم في الاطفال بعد الفصل. اهلا بكم معنا مرة تانية من التكلم عن امراض الدم في الاطفال لسه محصورين في الفترة حديث الولادة. حديث الولادة ده من اول يوم بعد الولادة لغاية اول شهر ده اسمه حديث الولادة. في اطفال تبص التقل العيل يسفر والسفرها عملة تعالى تعالى تعالى. فات يوم واثنين وثلاثة أسبوعه واثنينه العاية لسه صفرته عالية جدا طفل بعد أسبوعين لسه بصفر حكتين تسألي عليهم بتعملوا تحليل وظايف الغودة الدرقية ولا لا لأن الساعات لو فيه نقص في هرمون الغودة الدرقية تخلي السفرة طويل احنا وزارة الصحة مشكورة لها جهود جميلة جدا بتعملها من ضمنها فحص الأطفال لتحليل الغودة الدرقية بتعمل على رابع يوم أو خمس يوم بعد الولادة أفضل معادلي على خمس تيام عشان نتجنب حاجة اسمها يعني دفئة الهرمون اللي بتحصل في أول ثلاثة أربعة تيام على اليوم الخامس ما فيش الدفئة دي فالكياس يبقى دقيق فمشكورة وزارة الصحة خلي التحليل على خمس يوم بلاش تالت أو رابع يوم لأن ده ممكن يدينا نتائج خطي خليه على خمس يوم عشان نتجنب دفئة الهرمون اللي بتحصل في أول ثلاثة أربعة تيام بعد الولادة عاقسنا هرمون الغض الدراقية والهرمون سليم الحمد لله مفيش مشاكل السفرة مطويلة حكتم ممكن يخلوه السفرة طويل لو طفل سعب يرضع رضاعة طبيعية سعب بتنزل السفرة ببطء وده مش معناه أنه نوقف في الرضاعة الطبيعية آخر حاجة ممكن تخلي الطفل ده سفرته تبقى ممتدة أسبوع واثنين وثلاثة وشهر لو الطفل ده عنده حاجة اسمها أنيمية تفول أنيمية تفول دي نوع من أنواع الأنيمية التكسيرية في الأطفال أي ولد يسفر والسفرة تطول معاه في بلد نادية أو في حوض البحر القبيل المتوسط دول لازم يتعمل له حاجة أو في الشرق الأوسط ما قصدش حوض البحر القبيل في الشرق الأوسط لازم يتعمل له حاجة اسمها تحليل إنزيم أنيمية تفول طب هو كان فول يا دكتور لا ما كانش فول بس ممكن يحصل أنيمية تفول تتشخص أول ما تتشخص أن الطفل يجيله سفرة وتبقى عالية جدا واتطول معاه بتيجي في السبيان غالبا ما بيجيش في البنات فولد جاله سفرة ومطولة طفلة حديثة الولادة ومطولة معاه اعمل له تحليل الإنزيم بتاع أنيمية الفول أتذكر كنت بمر مع عظيم العظماء رجل يعني علامة في طب الأطفال الدكتور توم تيرنر ده اللي كاتب الشابتر بتاع حديثة الولادة في المرجع اسمه فورفار بمر معاه كده وأنا إيه الأخصائي بتاعه بكتب وراه هو الاستشاري الكبير وبيخمر على الحالات ماشي لقى صفرة مطولة في الحضانة قال لي ايه اعمل له جي سيكسي بي دي اعمل له تحليل إنزيم أنيمية الفول طبعا أنا كتبت بس بعد ما خرجت من القوضة ماشي قلت له لاحظ انها بنتي مش ايه مش ولد انت مصمم تعمل له التحليل قال لي اوف كورس نوت لا طبعا ما تعملش التحليل لأن غالبا ما بيجيش في البنات بتيجي في السبيان بس ما خدتش بقى أنا تمنظرت عليه وجوه القوضة بقى قلت له ما ينفعش يا دكتور خلي بقى لك دي بنت وما ينفعش تعمل تحليل إنزيم أنيمة الفول في البنت لأن غالبا ما بيجيش في البنات وخدت لقطة أو خدت شوه عليه قدام العيان لا تقول الكلام في موضعه بعد ما تخرج ممكن يتقبل منك لكن لو عملت منظر لو عملت منظر ولا حاجة ممكن يلبك ويقولك اه ممكن تجي في البنات في نسبة ندرة اعمل التحليل زي ما أنا قلتلك لو سمحت دي وسيلة أو طريقة التعامل مع الناس اللي أكبر منك ما تحاولش تتمنظر عليهم أو تاخد لقطة حتى لو الاستشاري بتاعها غلط تفوتها له وتراجع معاه معلومته لما تخرج بعيد عن العيان دي نبز يعني ايه نقولها للأطباء اللي أصغر سنة عشان محدش يحب يتمنظر قدام الاستشاري بتاعه بيرنارد شوه ده كاتب ساخر إنجليزي جميل قوي كان بيقولك إيه إني أكره رؤية الدم مع إنه يجري في عروقي إيه اللي بيجري في عروقنا ولادنا بنكره ساعات أفعالهم السيئة بنحبهم آه وبنقدرهم آه وعايزين يديهم نروعينينا آه لكن ساعات بيعملوا حاجات سيئة كده بتبقى عايز يعني هين عنك تخنق ابنك من كتر الغلط أو الخطأ اللي هو بيعملوا لكن لا تملك في النهاية غير الصفحة والتوجيه مع ابنك إني أكره رؤية الدم مع إنه يجري في عروقي ربنا يحفظ أولادنا ويغنمنا السلامة ويطلع بلدنا بعيد عن أي إرهاب يا رب ولو كنت فزك غليز القلب لو نفض من حولك الإسلام رسالة السماحة والتسامح مع الآخرين ومع كل الناس مع كل البشر لستم مسلمين من يفجرون لستم مسلمين لأن سيد البشر كلها قال لك ربنا بيخضوا ويقولوا لو كنت فزا غليز القلب لنفضوا من حولك وعلى أمل في اللقاء جديد إن شاء الله الأسبوع القادم وحلقة جديدة عن طب الأطفال وأشياء أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر